بسم الله الرحمن الرحيم واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الفعل الرباعي القاعدة في الفعل الرباعي تبدو أكثر انضباطا من الفعل الماضي لأننا كنا في الفعل الماضي قلنا إن القاعدة في الماضي والمصدر واحدة همزة قطع همزة قطع في حين أن الأمر خالف في الماضي فكانت الهمزة في همزة وصل هذا اليوم سنعرف أن الفعل الرباعي حين تتأكد أن الفعل رباعي في حالته الماضية فإن الهمزة التي في أوله ستكون في الفعل الماضي همزة قطع وستكون في المصدر همزة قطع وستكون في الأمر همزة قطع وسنؤجل الحديث عن المضارع كما فعلنا في الماضي لأن قاعدة المضارع في الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسدسية واحدة كما سترون إن شاء الله تعالى نريد أن نرى بعض الأفعال الرباعية في حال الماضي لاحظ معي الفعل أنجزة أنجزة هذا فعل ماضي وعدد حروفه أربع إذن هو فعل ماضي رباعي وفي أوله همزة القاعدة تكتب الهمزة همزة قطع همزة قطع ومثله تماما أقنع ومثله تماما أسرع ومثله أجر لاحظ معي أجر مكون أيضا من أربعة أحرف لأن عندنا حرف الجيم الأولى حرفان الجيم الثانية ثلاثة أحرف والراء هو الحرف الرابع وألبسها وغيرها كثيرة جدا يعني أغفل أمهل أوصل أنهى أكمل إلى آخره الماضي همزة همزة قطع المصدر همزة همزة قطع أيضا لأنك ستقول أنجزة إنجازا الجديد فقط هو أنك ستضع الهمزة هنا لأنها مكسورة وهي همزة قطع كما تروا أقنع إقناعا أسرع إسراعا أجر إيجارا وألبس إلباسا وأكمل إكمالا وأحسن إحسانا وأغفل إغفالا وأمهل إمهالا وأبدأ إبداءا إلى آخره هذا القاعدة مضطردة الفعل الثلاء الرباعي الماضي همزة همزة قطع والمصدر همزة همزة قطع والأمر أيضا همزة همزة قطع ولاحظ معي أن الفعل الماضي أنجز سيكون فعل الأمر منه أنجز لا فرق إلا أن ما قبل الآخر هنا مكسور فنقله من حالة الماضي هذا الكسر نقله من حالة الماضي إلى حالة الأمر وحكم الهمزة واحد وهو همزة قطع أنجز أنجز إنجازا أقنع سيصبح الأمر منه أقنع وأسرع سيصبح الأمر منه أسرع وأجر سيصبح الأمر منه أجر وألبس سيصبح الأمر منه ألبس وهكذا حكم الهمزة واحد وهو أن همزة الفعل الرباعي كما ترون همزة قطع في حال الماضي وفي حال الأمر وفي حال المصدر أما المضارع فسنتحدث عنه حديثا واحدا في نهاية هذه الدروس إن شاء الله تعالى إذن نحن تحدثنا الآن عن حكم همزة الوصل في الفعل والقطع في الفعل الثلاثي وتحدثنا عنها في الفعل الرباعي أذكركم فقط تحدثنا عن الفعل الثلاثي فقلنا الفعل الثلاثي همزته في الماضي قطع وفي المصدر قطع ويخالف في الأمر لأن الهمزة همزة الأمر من الثلاثي ستكون همزة وصل بغض النظر عن وجود الهمزة في الفعل الماضي أو عدمها كما ترون والفعل الرباعي الماضي والأمر والمصدر كلها همزة قطع وسنتحدث عن الفعل الخماسي والسداسي بإذن الله تعالى في الدرس القادم وهناك نلتقي نلتقي